أوجه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس برقية تعزية إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر معرباً عن تعزيه بضحايا الهجوم الذي اتصال مدينة كرمان جنوب إيران وكان الرئيس بشار الأسد قد أرسل برقية تعزية وتضامن للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمنشد الأعلى علي خامنئي بضحايا هجوم كرمان وأعلن تظيم داعش مسؤوليته عن انفجاري محافظة كرمان الذين وقعا خلال مراسم أحياء ذكرى وفاة قاسم سليماني قائد فيلاق القدس السابق ما أسفر عن مقتل مئة شخص وإصابة العشرات عزز الأردن منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية على الحدود مع سوريا وسط تزايد عمليات تهريب المخدرات ووقوع اشتباكات مع المهربين وشن الطيران الأردني غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية جنوب محافظة السويداء في إطار ملاحقة مهربية المخدرات ما أسفر عن مقتل مدني يحرس أحد آبار المياه أوقفت السلطات اللبنانية أفرد عصابة تهريب مخدرات بينها شاب سوري بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدل إرسالها إلى أستراليا وكانت شعبة مكافحة المخدرات اللبنانية قد ضبطت تسعة ملايين حبة كبتاجون في مرفأ بيروت مصدرها سوريا كانت معدل التهريب إلى إحدى الدول الإفريقية كوجهة أولى أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول أمريكي إن قوات التحالف الدولي تعرضت لنحو 115 هجوماً في الشرق الأوسط منذ السابع عشر من تشين الأول الماضي ويستمر استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق في حين تبنت المقاومة العراقية المدعومة من إيران عدة استهدافات سابقة وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قد شن عدة هجمات الجوية على مواقع للفصائل الإيرانية في سوريا والعراق كان أخيرها استهداف موقع للحشد الشعبي يوم أمس أسفر عن مقتل أحد القادة أفادت شبكات بلونبرغ الأمريكية بارتفاع أسعار الشحن الفوري للحويات بنسبة 173% بسبب عمليات تحويل مسارات السفن في البحر الأحمر وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أفادت بأن 18 شركة شحن البحري قيرت مسارها حول أفريقيا على ضوء هجمات الحوثيين المتكررة على السفن المتجهة نحو إسرائيل على خلفية السمرار للتصعيد الإسرائيلي على غزة تجددت في مدينة السويدة للأسبوع العشرين على التوالي مظاهرة الجمعة الحاشدة ضمت فوداً من معظم قرى ومدن المحافظة مؤكدين على مطالبهم المتمثلة بالتغيير السياسي وتطبيق القرارات الأممية تشاهدون مقطعاً مصوراً من مظاهرة اليوم تشاهدون مصوراً من مزاهرة الإسرائيل تشاهدون موسوراً من مزاهرة الناس